في بعض الحالات اللي بيكون هناك يعني اعفاء من بعض الشروط خلينا ناخد منهم مثلا اللي هم ذوي الاعاقة او ذوي الهمم زي ما بنقول في مصر هل دول لهم معاملة خاصة في موضوع التقديم على الجنسية ما قدرشي اقولك قاعدة عامة لان ما فيش قاعدة عامة موجودة فما قدرشي اقولك كل اللي عنده اعاقة بنسبة 20-30% هو ما فيه يجي اخد الجنسية اوتوماتيك يعني ده بيبقى فيه بالنسب معينة او بشروط معينة افحص الملف بتاعه واشوف اول حاجة نسبة الاعاقة عنده قد ايه اتنين عمره كم سنة مثلا تلاتة هل يقدر يشتغل ولا هو عنده اعفاء تماما ما يقدرش يشتغل خالص بس بالنسبة للموضوع اللغة شوية دوت اللي ممكن نتكلم فيه في ايه في واحد مثلا كان هو في بلده مش متعلم خالص لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وهو عنده ازمة هنا كمان ولا ازمة نفسية وما يقدرش ان هو يتعلم لغة او بيعاني من ظروف صحية جديدة جدا وما يقدرش يتعلم لغة فما هو عنده كل حاجة مستوفيها وممكن يكون كمان عنده شغل بس مش قادر يجيب شهادة اللغة هنا فيه صغرة احنا بنطلعها ان هو بعد ما بنقدم له الانتراك بنقدم له انتراك كمان ان هو يروح لحاجة اسمها امتست ارتست ده طبيب تبع الدولة لان الناس برضو فهموا الموضوع غيرت يقولك انا اروح للدكتور النفسي بتاعي لا ماينفعش اروح للهاوس ارتست بتاعي لا ماينفعش ده طبيب تابع للدولة ده بيكون عن طريقكو يعني انتو طبعا ده كله عن طريق محامي او عن طريق التقدمة لما هو بيقدم في الماجسترات وبعد كده بيفحص ورقه بيفحص حالته اذا لقى فعلا ان الشخص دوت صحيا سواء نفسيا او جسديا مايقدرش يتعلم لغة غير قادر غير قادر بيدي له ورقة اعفاء دي بتحلم حد شهادة البيتسواي او البيتسواي في نقاط خاصة بموضوع الاعاقة بشكل معين ولا دي بتبقى عملية بعد الفحص لا اقول لحالة لازم فحص ماقدرش اعمم الشروط بتاعتي لازم فحص